هل من الممكن للأشياء أنها تكون في أكتر مما كان في نفس الوقت؟ الحقيقة أن ده سؤال إجابته بتنطبق على مدى حجم الشيء اللي هنتكلم عنه فعلى سبيل المثال لو الشيء ده كان حجمه كبير زي نحن كده فوقتها الإجابة هتكون لا لا ما نقدرش نكون في أكتر مما كان في نفس الوقت لكن على مستوى الزرات والجسيمات الموضوع مختلف زي إنهم يقدروا يكونوا في أكتر مما كان في نفس الوقت وده لأنهم بيقعوا تحت رحمة قوانين ميكانيكا الكم وغربتها المسيرة وعلشان كده حلقتنا النهاردة هتكون حلقة من حلقات سلسلة عالم الكم والفيزياء العجيبة وفرضياتها المسيرة للجدل فيلا تعالوا مع بعض النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجزابة نتعرف على التجربة الفكرية لقطة شرودينجر التجربة اللي بيرتكس عليها أحد أهم علوم الطبيعة في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي لو بصينا على قوانين ميكانيكا الكم فحلقيها بتقول لنا إن خصائص أي جسيم في الطبيعة زي ما كانوا ودورانوا مش مجهولين فقط إنما ما نقدرش نعرفهم غير لما نقيس الجسيم ده وقبل ما يتم قياس الجسيم في الأصل بيقول لنا عالم الكم إن الجسيم بيبقى موجود في أكتر من مكان في نفس الوقت وده بالضبط ما يعرف ده حالة التراكب الكمي أو السوبر موزيشن وده معناه إن جسيم زي الإلكترون هو مش موجود هنا ولا هناك إنما هو هنا وهناك في نفس الوقت ومش بيدور لفوق أو لتحت إنما بيدور لفوق والتحت بنفس الوقت والحقيقة إن ده يبان جنون لو حنبصلوا من منظور الفيزياء الكلاسيكية لأننا على أرض الواقع لما بنكون مسكين كل التنس فإحنا بنبقى عارفين بالضبط هي فين وصرعتها كام وعلشان كده بيبلينا إن سلوك الجسيمات في عالم ميكانيكا الكام بيتهارض مع فهمنا للعالم من حوالينا وفي بداية القرن العشرين كانت الفيزياء الكلاسيكية مش قادرة تفسر الظواهر الفيزيائية دي علشان كده بدأ العلماء في تطوير نظرية جديدة بتسمى الفيزياء الكومومية اللي بتعتمد على فكرة إن الطاقة والمادة بتتكون من وحدات متقطعة تسمى الكمات وواحدة من النظريات الكومومية الأولى هي نظرية بور للزرة اللي اقترحها الفيزياء الدنماركي نيلس بور في سنة 1913 والحقيقة إن نظرية بور قدرت بعد ظهورها بفترة من إنها تفسر إزاي الإلكترون بيدور حوالين النواف في مدارات محددة والمعروفة بمستويات الطاقة وقدرت برضو تفسر إزاي الإلكترون بين المستويات دي لما بيمتص أو يطلق كمات من الطاقة وعلى الرغم من إن نظرية بور كانت نجحة في توافقها مع البيانات التجربية بس كانت بتفتقر لأساس رياضي قوي ده غير إنها كانت بتنطبق فقط على الزرات البسيطة زي زرة الهايدروجين ومن بعدها فضل التتابع العملي شغال وفي سنة 1924 قدم الفيزياء الفرنسي لوي دي بروي أو لوي دي برولي قدم هذا العالم الفرنسي فكرة ثورية وهي إن كل المادة في الطبيعة عليها خصائص موجية وجسيمية في نفس الوقت وده معناه إن الإلكترونات ممكن نعملها أكنها جسيمات وأكنها برضو موجات ضوء بنفس الوقت ومن بعده في سنة 1926 نشر عالم الفيزياء النمساوي أيروين شودينجر معادلته الشهيرة واللي من بعد نشرها بدأ يتشكل لنا فهم كبير للطبيعة من حوالي ده وبسببها فاز بجائزة نوبل لسنة 1933 وفي عالم الفيزياء الكومومية بتعتبر معادلة الدلة الموجية لشودينجر أو الويف فانيكشون واحدة من أهم المفاهيم اللي بتوصف سلوك الجسيمات على المستوى الزري والجزيئي وببساطة هي عبارة عن دلة رياضية بتمثل خصائص الجسيمات زي الإلكترونات أو الفوتونات ده غير إنها بتكون شيلة جواها معلومات عن احتمالية وجود الجسيم في مكان معين وزمن محدد وده يبين لنا إن الدلة الموجية بتخضع لمعادلة بتحكم تطورها مع الزمن جدا معناه إن المعادلة دي بتقدر توصف الجسيمات في أي لحظة من الزمن معادلة شودينجر نجحت نجاح كبير في إنها تدينا تفسير للي بيحصل في عالم الكام لأنها قدرت تدينا احتمالية بتخلينا نتنبأ بوجود الجسيمات في كل المواقع الممكنة وده معناه إننا ما بنقدرش نعرف مكان الجسيم فين بالضبط إنما ما بنقدر نديله احتمالية لوجوده هنا أو هناك لما بنيجي نقيسه أو نرصده وده ينقلنا لما يعرف بتفسير كوبنهاجن أو الانتربريتيشن أو كوبنهاجن وهو واحد من النمازج الفلسفية ورياضية في مجال الفيزياء الكامية تم تطويره في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي بواسطة نيلسبور وفيرنور هايزنبرج وماكس بورن وأوجست كريشوهوف واللي بينص على إن مراقبتنا لأي جسيم في الطبيعة بيأثر عليه يعني المراقبة بتاعتنا هي اللي بتأثر على هذا الجسيم فبالتالي لما بنيجي نقيس أي جسم مش حنقدر نشوفه في حالة تراكم كمي اللي شرحناها من شوية يعني حالة فيها أكتر من احتمال وإحنا مش عارفين أنهي احتمال هو الصح واللي حاصل إنما حنشوفه في حالة واحدة فقط يعني مش حنشوف الإلكترون بيدور لفوق والتحت بنفس الوقت إنما حنشوفه بيدور يا إما الفوق أو إما التحت ومن هنا يظهر لنا مفهوم انهيار الدلة الموجية أو الويف فانكشن كولابس اللي بيقول إن ملاحظتنا وقياسنا بيأثر على خاصية التراكم الكمي للجسيمات وبيخلي التراكم ده ينهار وتظهر لنا حالة واحدة فقط لو بصنا للعلماء وقتها فحنلاقيهم كانوا بينقسموا لطرفين يا إما مؤيدين أو معارضين للي بيقولوا تفسير كوبنهاجين واحد من المعارضين للتفسير ده هو أينشتاين وتعرضه ده جه بعد ما طرح بورو هايزنبرد كلام بيقول إننا ما نقدرش نعرف أي خاصية فيزيائية من غير ما نعمل عملية قياس وده كلام أينشتاين ما عجبهوش ورفض قبوله وبيقول الفيزيائي ومؤرخ العلوم إبراهام حايز إنه لما كان في نزهة مع أينشتاين وكانوا بينقشوا أفكار ميكانيكا الكم وقف أينشتاين فجأة والتفت لإبراهام وقال له هل تفتكر الأمر بيكون موجود فقط لما بيبص عليه وبالرغم من رفض أينشتاين لتقبل عالم الكم إلا إنه ما كانش بيشكك فيه أبدا لأن ميكانيكا الكم كانت نظرية فيزيائية صحيحة وبتدي التنبؤات صحيحة وقرر وقتها أينشتاين يتحدى نظرية الكم بتجربة أينشتاين بودوليسكي ريزن الفكرية أو الإي بي آر إكسبريمنت واللي كان الهدف منها إنها توري العلماء إن الخصائص الفيزيائية زي الموقع والدوران الخاص بالجسيمات هي خصائص لها قيم حتى لو ما تمش قياسها وده كلام بيتحدى تفسير كوبنهاجين وبيقول عكسه لو حابين نعمل حلقة عن التجربة دي يريد تعرفونا في التعليقات وفي النهاية أينشتاين مفضلش يراضي عن نظرية الكم وعشوائيتها في الطبيعة وقال ما قلته المشهورة الله لا يرمي النرد يعني ربنا حاطت نظام واضح للقوانين الفيزيائية والكيفية عمل الطبيعة ومش مخلي العالم يمشي بعشوائية وهنا بيرد عليه نيلس بورو بيقول له ومش نقول ربنا ازاي يدير قوانين العالم يعني ببساطة دي مش شغلت نحن علشان تفهم ليه احنا بنشوف الجسيمات في مكان واحد مش في كل مكان وعلشان تفهم انهيار الدلة الموجية خلينا اقولك ان الامثلة لشرح ده كتيرة بس تعال نشوف واحدة من اشهر التجارب لحد وقتنا ده واللي هي تجربة قطة شرودينجر وده عبارة عن تجربة فكرية اقترحها العالم شرودينجر في التجربة دي لو جينا بصين عليها حلقيها بتتألف من صندوق والصندوق جوا قطة عايشة ومصدر انبعاث للاشعاع والانبعاث هنا عشوائي تماما يعني ممكن يحصل في اي لحظة وممكن ما يحصلش وفي الصندوق برضو حساس او ديتكتور عدد جاير وده عبارة عن كاشف للاشعاع متصل بمطرقة او شاكوش والمطرقة او الشاكوش ده تحتها علبة زجاجية فيها غسام ولو اكتشف الكاشف انطلاق اشعاع فوقتها هيوقع المطرقة او الشاكوش اللي بدوره هيكسر الزجاجة وبكده يخرج الغاز وتموت القطة ولو ما اكتشفش الكاشف لاي اشعاع فوقتها مش هيحصل اي حاجة والقطة هتفضل عايشة ولو بصنا لده من وجهة نظر ميكانيكا الكام فقدامنا احتمالين هنا للنظام الكمي بس النتيجة اللي هتحصل في النهاية هي نتيجة واحدة فقط وفي تفسير كومنهاج اللي اللي بيحصل بيقول انه بمجرد فتحنا للصندوق وقياسنا ليه فوقتها بيتحقق واحدة من الاحتمالات وبيختفي الاحتمال التاني وعلى سبيل المثال خلينا نفترض انك شفت القطة عايشة لما فتحت الصندوق فالاحتمال ده بقى 100% واحتمال موتها بقى 0% وده بالضبط اللي بيسمى بانهيار الدالة الموجية ان الاحتمال التاني بقى 0% وحصلوا عملية انهيار واختفاء والشيء المهم اللي مفروض نعرفه من كل ده ان انهيار الاحتمالات وظهور احتمال واحد ده بيكون ناتج عن عملية القياس بواسطة مراقب خارجي للنظام الكمي وكأن النظام الكمي نظام مختلف عن نظام المراقب والقياس ببساطة هو عملية بتحصل ما بين النظام الكمي والنظام الكلاسيكي وفي الحالة دي انت المراقب اللي فتح الصندوق واللي عمل عملية القياس للقطة وحدد هل هي ميتة او عايشة وده بيعرفنا اننا قبل ما نفتح الصندوق ونأثر بعملية القياس القطة كانت في حالة تراكب كامي كانت عايشة ومش عايشة والحقيقة ان التجربة دي بتشرح طبيعة تصرف الجسيمان ولكنها مش بتشرح ليه وازاي بيتصرفوا كده ومش بتشرح كمان ليه تأثيرنا بيعمل كده للنظام الكمي وده معروف بمشكلة القياس او الميجورمينت بروبلم واللي بيتناول اسئلة زي الاحتمال التاني من الدلة راح فين يعني لو القطة كانت عايشة فاحتمال موتها راح فين ويا ترى ايه هي الالية اللي خلت الدلة يحصلها انهيار وكجواب على اسئلتنا دي خلونا ناخد رد نيلسبور واللي بيقول اننا بنفسر فقط ميكانيكا الكم بناء على البيانات اللي بنقدر نشوفها بوضوح بس ما تسألنيش ازاي وليه بيحصل ده وده يبان جواب مش مرضي لعقلنا بس على الجانب التاني ممكن نلاقي جواب غريب وهو عبارة عن تفسير تاني لنفس الحدث ده ممكن يفسر لينا ايه اللي بيحصل للدلة واللي بتنهار والاحتمال التاني بيروح فين والتفسير ده هو تفسير العوالم المتعددة او الاكوان الموازية من يورلز انتربلتيشن احنا عارفين من اللي قلته سابقا ان دلة الموجة بتنهار وده معناه ان كل الاحتمالات الممكنة التانية بتنهار وبتختفي وما بتحصلش وبيتحقق احتمال واحد بنشوفه لما نعمل عملية قياس بس ايه رأيك لو قلتلك انه اصلا ما بيحصلش انهيار الاحتمالات ومش بتختفي ابدا بناء على افتراضات فراضها بعض من العلماء حنشرحها بعد شوية والكلام ده مش بينطبق على القطة بس انما علينا كلنا كجزء من النظام الكمي انا وانت والكون كله من حوالينا كلنا عبارة عن احتمالات كتير واحدة من الاحتمالات دي بتحصل اما باقي الاحتمالات بتحصل في اكوان وعوالم متعددة تانية والتفسير الخطير ده نابع من الرياضيات الخاصة بميكانيكالكام واللي تم اقتراحه سنة 1957 من هيو ايفرلت لما كان طالب دراسات عليا في جامعة برينستون وتفسير العوالم المتعددة بيقول ان الواقع اللي لحظته لما فتحت الصندوق وشفت القطة عيشة هو عبارة عن عالم واحد انما الاحتمال التاني الموت القطة ده حصل فعلا في عالم اخر فتفتكر هل الاكوان المتعددة مجرد حبر على ورق ولا ممكن فعلا تبقى حقيقة مش مدركين لها لسه لو حابين نناقش موضوع الاكوان المتعددة ده او العوالم الموازية في حلقة منفاصلة اكتبوا لنا في التعليقات انت عارفين يا اصدقاء كل لما افكر في ميكانيكالكام وقصة المراقبة والقياس اللي عمدها بتنهار كافة الاحتمالات وبيظهر احتمال واحد في الواقع بفتكر المثال اللي قالو فيرنر هايزنبرغ لما قال ان الكينات او الحاجات اللي بنمارس عليها فعلا الرقابة او القياس علشان ندرسها وتقيس حرارتها تمام كده زي قطع التلج اخدتها من التلاجة وحطتها على ايدك علشان ترقبها وتشوفها وتشوف مدى البلودة اللي فيها وفي الوقت اللي انت بتشوف قطعة التلج دي بتدوب وبتسيح وبتنتقل لحالة تانية بفضل حرارة ايدك اللي دوبتها بالتالي مستحيل انك تعمل قياس لقطعة التلج بايدك السخنة من غير ما تغير في خصائص حالته ده مثال بسيط حب يوضح به هايزنبرغ مشكلة القياس في ميكانيك الكامل وبس كده دي كانت رحلتنا النهاردة اتمنى تكونوا استمتعتم وتعلمتوا شيء مفيد وجديد ومستني اعرف رأيكم في الكومنتات وما تنساش لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا اول باول وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد في انفوسير ولاف معلوماتي رحلت الحياة بين العلم والدين والخرافة تحياتي محمد فامسلينو سلام عليكم اشتركوا في القناة